يسهم الشاب اياد من محافظة واسط في الحفاظ على سلالة الذئب من الانقراض عبر تجارة هي الاخطر بلا شك حيث يتولى تربية الذئاب وترويضها من ثم بيعها للهوات والمربين وحدائق الحيوانات وذلك ما يتطلب منه تعايشا وصداقة مع مجموعة من الذئاب المتعطشة للفتك بالانسان الحيوانات احنا جبناها هنا حافظنا عليها على القراض الحيوان مهدد كلش يعني الحيوان الذيب يعني من دون الحيوانات هو بفوائد وجاي ينقرض يعني اكثر يعني الرعاة الغنب جاي يكتلون به الصيادة بموسم التكاثر جاي يأخذونهن وكتلونهن فاحنا نحافظ عليه هنا جبناه بالنبيت جاي ينتج عندنا كل سنة طبعا انا هاي هويت بالحيوانات ومصدر رزق يعني مو بخص الذيب لان الذئب هو من دون الحيوانات فهو الانتاج مالته سنوي مو نفسك حيوانات انتاج مالته مثل كل ست شهر كل ثلاثة شهر فبس الحيوان الذئب هو كسنوي فالانتاج مالته وقليل يعني بيش ما يعني كل مصدر رزقك سنوي اي سنويان هو وبيش ما تبيع الجر ومال الذئب هو ما يتغين بثمن بس ما يقدر يطلع لأكل مالته وعلى غير العادة يثني مشتر الذئاب من اياد على خصالها وصفاتها مؤكدين انها تمتاز بوفاء كبير وقدرة على طرد الجن والحسد من المنازل لكنهم يشيرون في ذات الوقت الى ضرورة اطلاق الذئب عندما يكبر وذلك لصعوبة الاستمرار بتربيته وللسماح له بالتزاوج وإكمال مسيرة حياته صفات الوفاء ونضيف مونقس هذا ذيب من التربيه كل فوائد للبيت من الجين من الحسد من العين هو يبعد عنك الشر هذا من التربيه وتكبره لازم تتيهة خطية بعد من يكبر تتيهة تطلق صراحة من تطلق صراحة خاطر تكاثرا يعني انت اليوم وجدت تشتريه اي اشتريه من ابو اسد الصياد اريد اخذ هاي ذيبه اجنيه وبعدين اطلق صراحة شلو تعلقك بها تحبها اي حبها هو افضل من البشر البشر الصادق يخونك فهي مدخونك حتى لو الجوح مدخونك هذه الذئاب تخلت عن شراستها واضهرت مودتها لصاحبها الذي تمكن من كسر القاعدة التي تقول ان الذئاب تغدر بالانسان حيث خالف اعراف البشر وهذا الذي يداعبه ذئب وليس كلبا من محافظة واسط حسن الرساب قناة التغيير